هم طلبوا المداخل آن فخلنا نشوفوا ش اللي في خاطرهم تفضل يا فارس اهلا وسهلا يا ابو فارس حياك الله يا ابو سلطان وجميري وعلى القاندي حياكم الله معكم دقيقة ونص عشان الوقت يا سيد فارس أنا بتكلم وأسامة أيضا بيتكلم عن الشباب عن الشباب ككل شوف أبرزيقا أنا أعرف أبرزيقا من قبل البرنامج أخويا وحبيبي وغالي على قلبي يعلم الله والبرنامج هذا ما يحدني بأبرزيقا والله العظيم ما يحدني بأبرزيقا أنا كموقف ممكن أزعل من أبرزيقا لحاجات معينة حصلت فأنا ما أتصادم مع أي شخص يا ابو سلطان ويا جميري ويا غاندي والشباب كلهم يدروا أنا ما أحضر أتصادم مع أي أحد فلا تجعل الهوى صادمني أنا ما أصادمك بالعكس أنا أبغاك تنجح أبغاك توصل للمرحلة اللي أنت تبغاها ولكن لا توصلني المرحلة إنه تبيعني على الهوى حتى غلط غلط مش سوصا من اللي باعك يا فارس أنا أتكلم كشي عام أنت حتفهمه أكيد أنا قاعد أفق أوضح عشان أنت تفهمه أبرزيقا أبرزيقا فيصل قال بلسانه إنه أبرزيقا كان إعادي الجميع أبرزيقا الأسبوع اللي اجتهد فيه كان شوية معلش أبقول شوية غلط شوية غلط تريد شغلط فيه؟ أرط فيه أبرزيقا أمزع علم فيه إذا أحد مع جوال راح يدرق أترفيح مع الجوال لا لا أغام دي أغام دي أغام دي أترقى مع شيء أترقى مع شيء أمزع علي أبلغ بالجوال أبلغ بالشياء أبلغ بالشياء أبلغ بالشياء يا شباب هل مولات هذه سمعناها على أحمد التوم اسمح لي وسمعناها على فالح الدوسري وسمعناها الآن على برزيقا من القادم برضو الله اسمح لي أتكلم وبالله تتكلم بالإصاع المسرح يا أخي طلع نفسك يا أخي شكل صح طلع نفسك يا أخي وأنا تحت الهواء تصرفت مع برزيقا لأنه أخويا ما حتصرف معه فوق المسرح شوف كيف محترم بغى يحط نفسك بشكل صحيح عشان ما محترم ما حتصرف أنا أخذت النجمة بعد ما أخذتها لبرزيقا روح لبرزيقا أسلم عليه لا تمسكني وسوى الحركة اللي هو سوى أنا والله ما بذكرها ولا كنت بذكرها والله لا أذكرها ولا أذكرها في الأخير يا أبو سلطان يعلم الله أنه أنا في قلبي لبرزيقا الحب الكبير بس التصرف اللي يكون قلبي تحت الهواء ما يحتاج نوضحه فوق الهواء والموضوع أخذ أكبر من حجم أنا بالنسبة لي أقول أنا بالنسبة للفارس السيد أبو سلطان الموضوع أخذ حجم كبير أنا أستأذن أبو سلطان الكلام عند أسامة أبو سلطان تفضل اللي صار بين فارس وفارس أخوية وأبرزيقا أخوية والله الشباب كلهم كلهم منعزهم أنا أنا بقصار معك أنت لا تتكلم عن نيابة عن أحد خلاص فارس راح اللي صار يوم مثلا جماعته قبشية الشباب كلهم بغي يجونكم بشرهم قلنا لا مو حلو بنروح بنقول عنكم يعني أنه أبو رزيقا وأنه كلنا ضده لا محنا ضده أبدا بس أنه صار يعادينا صار يسوي أنه مسكين يمثل أبو رزيقا يمثل مبدع جدا بعد الهواء يضحك معنا وش عاديكم به عادني مثال وش معاداته به أبو رزيقا أبو رزيقا صار يسوي كده وش نتكلم كده ونضحك نحن لنضحك الجمهور ايش يسوي حرام عليكم أبو رزيقا سويته نطلع بعد الهواء نضحك يعني كان يلعب دور المظلوم كان يمثل كان يمثل يا جماعة يا جمهور كان يمثل يعني كان أسامة يعني كان يلعب دور المظلوم معكم ايه ورب الأيمان يلعب دور المظلوم وإنه إيش وإذا يتكلم أبو رزيقا إنسان ما يسكت ناس الغامدي يعرفه ما يسكت على ناس الغامدي حتى فإذا جينا يتكلم صار يسوي كده أنت عارف شخصيته بو رزيقا معنات أن دقيقي معنات أن حركتها هكومية بسيطة جدا ما يحتاج طلع قدام الناس طلع قدام الناس إنها مغلوم يحتاج على تغريد تغريدتين تقول تقول لي والله يسوى كذا علينا الجمهور ما الجمهور يا أخي عشان يفهم الجمهور ما يعقل يا أخي الله ما يعقل عرف ما يا أخي فهمني يا رجل أدري أنه مثلا سلوب تركي سلوب إنسان جدي وكذا فجأ يوم يا أخي ألقى تركي منطوي في البرنامج أدري أنسلوب تهاكمي على شخصية تركي على نفسه أنه يبغى يسوي شي معين لكن تريد تقول لي أنه عشان تغريده لتغريدتين قلت عبر زيقا أنا ما أتكلم أنا أتكلم عن التغريد أنا أتكلم عن أن أسبوع كامل عاشه تمثيل ولا هو غريب عليه الرجل الممثل إذا عاشه تمثيل فتبين لكم حتى أنتم في القناس أنه مظلوم ما هو مظلوم طيب طيب بس في نقطة أخيرة يا أسامة حنا بنمشي معك ونقول أنه كان يمثل دور المظلوم حلو طيب بعد البث لماذا لا تأتي وسمع بعض وتقول يا شباب يا أبو رزيقا لا أتمثل هذا الدور لو سمحت أنه في برنامج جئك والله يا أبو رزيقا لو أجل اسمعها تحت الهواء وأقول لها الكلام هذا يقول لي يا أبشر وضحكة من هنا إلى هنا يستطيع التهكم عليه يستطيع التهكم عليه عاش دور المظلومي أوه مسكين ومرزيقا سوناها على الهواء وعيشنا مع الرياليتي وكل شيء تقدر تعيش عليه الدور ألف مرة هو عاش ألف تعيش عليه ألفين خلاص لكن موضوع إذا مثلا أنا بعيش شخصية مثلا الشخص الضعيف الأيام القادمة هل معنات أنك تقاد خلفي لا لا أقدر أسوي واحد ثلاثة ثلاثة لكن موضوع أنه عاش شخصية بسيطة وممثل وممثل بارع قدر يطلعكم كلكم من طوركم لا تقول استعدانا عشان موضوع أنه سوى نفس مسكين والله ما طلعنا من طورنا هل تفتعدانا؟ أبو 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 والله ما يطلعنا من طورنا الدليل حتى الدليل يا وساما ردك الآن ما بنطلع من طورنا عادي إحنا بنعيش حياتنا الطبيعية جميل الشيء الصح الصح والشيء الخطأ خطأ النبقة أخيرة أبو رزيقة جيت مرة معها على البث والله جيت معها على البث جيت بدري أنا مرة بس هو كان قبلي فداخل بيت شعر قبلي قال تكفى تكفى وساما تكفى عشر دقائق بس عطني عشر دقائق أكون فيها على الهو بعد نخش قلت ليش قال تكفى تكفى طيب عشان وقت نعبد الله قلت لها يا بو رزيقة وساما شكرا لك شكرا واضح جدا أنه في علاقة متوترة وفيها شوائب كثير بين الشباب بين بو رزيقة وشبه